أبونا كنت تعاوز أسألك يعني شو ردود الفعل طبعا وهذا السؤال كان يتوجه لنا يعني ردود فعل الرجال الدين المسيحي مع الأمور الهائجة في مصر في هذه الأيام الحقيقة زي ما احنا شايفين أن قدست البابا ترادرس الثاني يمكن شفنا في العصر بتاعه مواقف صعبة كده كتير لكن هو في كل موقف بيبقى موقفه موقف التسامح موقف الإحساس بمصر أهم حاجة عندنا مصر وأهم حاجة عندنا سلام الداخل بتاع البلد وأهم عندنا أن احنا نحس أن احنا يعني بنقوم بدورنا كمواطنين في مصر فمواقف رجال الدين المسيحي في مصر هو طبعا موقف التسامح والمحبة ولكن طبعا في نفس الوقت إزاي ممكن أن هما يحموا أولادهم ويحفظوهم من أن هما يتعرضوا للمواقف دي لأن دي مسؤوليتنا كالجال دين أن احنا نعمل من أجل سلامة أولادنا وإحنا بنقول أن احنا مستعدين نقدم نفسنا فدية عنهم لأن احنا بيهمنا جدا أن أولادنا يبقوا محفوظين ومحروصين بكل يعني إمكانية تقوم بها الكنيس فرغم أن المواقف كله محبة وكله تسامح لكن في نفس الوقت مش عايزين المواقف دي تتكرر وشهوة قلبنا أن احنا أن الدولة تقدر أنها تحفظ سلامة ولادها أو شعبها من أي نوع أيا كان مسلم أو مسيح